في أبرز الأخبار حيث حالة من الغضب الشعبي والانتقادات في أوصات صحية وتجارية أثارها استمرار تنظيم حفلات غنائية في الأردن على الرغم من تشديد الرقابة على بعض القطاعات مع توقعات بالتأثر بموجة جديدة من كورونا وهو ما أعاد توجيه اتهمات للحكومة بالإزدواجية في آليات الرقابة حفل جديد وتساؤلات متجددة عن جدوى تجديد الرقابة على الالتزام بإجراءات الوقاية من عدوى كورونا في ظل ما يصفه مواطنون بالانفلات وغياب معايير السلامة الوبائية في مناسبات حاشدة عشرات الألاف كانوا متواجدين كل العالم فوق بعضها تيجي إنت علي أنا كصاحب منشأة بتخالفني وأرقام فلكية يعني ألف دينار وثلاث تلاف دينار وخمس تلاف دينار جدا مجح في القرارة خلص العالم بلاش تطلع من جائحة كورونا إلا الأردن قاعدة بتخفف ويتزيد بتخفف ويتزيد ومش لمصلحة المواطن ثم بقى من شغلات مش لمصلحة المواطن القطاع التجاري تلقى مؤخرا بلاغا رسميا جديدا فرض عقوبات مغلظة بحق مخالفة أوامر الدفاع والقرارات الخاصة بالجائحة وهو ما لاقى استياءا واسعا في القطاع الذي اتهم الحكومة بالازدواجية هذا كل التناقض في التعامل والكيل بمكيالين وعدم المساواة في فرض الرقابة أو القوانين على الجميع هذا شيء هذا هو التحدي الأكبر كيف نعيد الثقة بين مؤسسات قطاع الخاص والمواطن مع الحكومة حتى نكمل حملات التطعيم فعلا نلتزم بالكمام والتباعد ونخلص منها الجائحة لكن هذه المشاهد المتناقضة والتطبيق القوانين على ناس وناس هذا الشيء لا يخذ بالمصلحة العام حفل الفنان عمرو دياب في العقبة كان الحلقة الأخيرة في سلسلة فعاليات احتفالية شهدت اقتضاضا واختلاطا لا يتفق مع تحذيرات الحكومة والخبراء الصحيين من احتمال التأثر بموجة جديدة من كورونا فيما تثير موجات الاحتفال المتكررة سؤالا حائرا عن فوضى الموجات في فضاء القرارات الحكومية